يفتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب على مصراعيه للكثير من الأسئلة حول ما هي الإعلان المهم المرتقبي الذي سيدلي به حيال سوريا خلال الساعة القليلة القادمة القضاء على داعش كان تصريحا مرتبطا بتلميح ترامب حول القرار المنتظر الذي وصفه بالعظيم ما يضع إشارات استفهام كثيرة أن يعلن ترامب الانتهاء من داعش في سوريا بشكل كامل تزامنا مع تصيحات ترامب قال قائد القيادة المركزية جوزيف فوتل إنه من الضروري استمرار واشنطن في دعمها لمليشيا قسد بالسلاح حتى بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا راهنا الأمر باستمرار الضغط على تنظيم داعش الذي سلم مئتين من عناصره أنفسهم لقسد في أكبر عملية استسلام جماعي للتنظيم في دير الزور على وقع ذلك رشحت بعض المعلومات بحسب مصادر محلية عن مفاوضات تجري بين مليشيا قسد وبقايا التنظيم في آخر جيوبه شرق دير الزور المفاوضات قيل إنها انتهت أو قاب قوسين أو أدنى من ذلك فقسد تساوم التنظيم على الخروج من بلدة الباغوز مقابل تسليمه لها ما يمتلك من كميات كبيرة من الذهب والأموال إضافة إلى إطلاق سراح المختطفين لديه